ممتاز طيب يعطيكم عافية طبعا موضوع اليوم موضوع يعني مهم جدا جدا تمام وان شاء الله بمن الله راح تستمتع فيه بس ركزه معانا منيح لانه احنا فعليا مش بس هنتكلم على ممتاز جدا طيب طبعا ما هنتكلم بس على الاتصالات في 2040 وخلاص لا احنا هنبدأ معاكم من الآن يعني فعليا هنتكلم على شكل الاتصالات في المستقبل تمام ولازم فيه نقطة مهمة جدا تكونوا حاطينا فعليا الاعتبار انه ما في اشي بيجي في المستقبل غيرنا من نبدأ فيه في اليوم تمام فمين لي اه يعني ركزه معانا منيح لانه ان شاء الله بذن الله اللي بركز معانا منيح هيستفيد منها عشان يعرف من الآن يبدأ يخاطط لمستقبل تمام مستقبل الحالي ايش الاستبس اللي انا بدي اخذها عشان اوصل لمرحلة انه مثلا في الالفين وثلاثين او الفين واربعين اذا احيانا الله ان شاء الله نقدر نكون منخرطين في السوق بشكل جدا كبير لانه لانه في الاتصالات يعني النظام الاتصالات او مجال الاتصالات مش زي اي مجال اخر تتطور بشكل مرعب تطور بشكل جدا سريع تمام مقارنة الاتصالات بالمجالات الاخرى تمام في اخر عشرين سنة الاتصالات تطورت بشكل مرعب سرعة وتكنولوجيا تمام والنقطة الثانية انه الاتصالات نفسها هي القاعدة الاساسية اللي بتبني عليها كل الامور الأخرى. يعني كل التكنولوجيا الجديدة اللي سامعين فيها زي الـ IOT, AI, Big Data. وواء الآخرين. لو لو وجود الاتصالات. ولو وجود الاتصالات بشكل جداً كبير. تمام ما حتقدر تتطور. فالقاعدة للتطور في أي دولة حول العالم هي الاتصالات. تمام? طيب ممتاز. طيب احنا لم نجد نتكلم براهم عن الاتصالات 2040. ايش فيه أمامنا. تمام ركزوا معنا. الاتصالات 2040 فيه أمامنا حاجتين مهمات بشكل جداً 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 كبير. اللي هما تقنية الجيل الخامس وتقنية الجيل السادس. يعني من غير هذول التقنيتين أنا فعلياً ما حقدر أوصل للاتصالات أو ما حقدر أوصل لرؤية الاتصالات في الفين واربعين. تمام? حيجي واحد مثلاً يقول لي كيف عرفت الاتصالات في الفين واربعين؟ طبيعي. أي إشي بيتم إنشاؤه هو بيكون مخطط له قبل عشر سنوات أو خمسة عشر سنة. تمام? أنا فعلياً مثلاً لو نجد نتكلم عن تقنية الجيل الخامس. تقنية الجيل الخامس لسه لحد الآن في بعض الدول ما دخلتها. لكن أنا فعلياً كنت شغال مع أحد الفيندور العالميين. شفت تقنية الجيل الخامس. معملولها implementation. virtualization. يعني بشكل يعني بشكل مش بشكله الرسمي. بس أنا شفت تقنية الجيل الخامس في الـ 2012. يعني قبل عشر سنوات. تمام? يعني من الآخر أي تقنية. ولا رح نتكلم احنا بدنا على على موضوع الفيزيز وعملية الإطلاق والستاندر الرئيسية. أي تقنية بدها تتم بيكون مخطط لها قبل عشر وخمسة عشر سنة. تمام? لأنه الاتصالات زي ما حكينا يعني تتطور بشكل جداً سريع. فأنا فعلياً كل عشر سنوات بدي أطلع على تكنولوجي جديدة. طب أنا فعلياً كل عشر سنوات بدي أشتغل على حاجتين. حاجة أول إشي إشي التكنولوجي الجديدة اللي بدي أطلعها. والحاجة الثانية كيف أطور التقنية الحالية. يعني أنا فعلياً مش بس بشتغل على التقنية الجديدة. يعني أنا مش بقول هس خلاص في الـ 2030 حطلع تقنية الجيل السادس. لا. هقول كيف ذا تبدأ تقنية الجيل الخامس. كيف ذا تطور. إيش اللي ما راح تدخل فيها. خلال عشر سنوات. يعني العشر سنوات هاي ما بتكون التقنية ثابتة. تمام؟ بيصير في عليها تطوير تطوير وتسريع وتسريع وتسريع. ولو كلكم تذكرين تقنية الجيل الرابع أول ما بدأت كانت سرعتها بسيطة. حالياً صارت سرعتها جداً عالية. تمام؟ فهي النقطة في الاتصالات. احنا فعلياً في عنا جنوريشن جديد كل عشر سنوات. وفي عنا تطوير على هذا الجنوريشن خلال العشر سنوات هاي. تمام؟ طيب. يبقى حنا اتفقنا أنه الاتصالات في الـ 2040 هيكون فيها حاجتين رئيسيات. تقنية الجيل الخامس وتقنية الجيل السادس. تمام؟ طيب. اللي أقرب لإلنا حالياً لها تقنية الجيل الخامس. يعني تقنية الجيل الخامس كل كل آل فعلياً لازم تركزوا معايا لأنه لما أجد كلمة على الفيفت جينوريشن معناته أنه في جزء منها تم تركيبه بعض الدول. تمام؟ ومصر خلال الفترة القادمة البسيطة. تمام؟ يعني أنا لسمعت آخر الأخبار عنه خلال أقل من ستة شهور لسنة. بحد أقصى تقنية الجيل الخامس هتبدأ تتركب في مصر. تمام؟ طبعاً في بعض دول الأردن دخلت على تقنية الجيل الخامس. بس يعني نتكلم على مصر نتكلم على ليبيا. في خلال الفترة القادمة تمام؟ يعني ليبيا أعتقد بدأوا يعملوا عملية لأجزاء بسيطة. لما نجي نتكلم على الأردن نفس الإشي. لما نجي نتكلم على السعودية خلصوا الجزء الأول. يعني دول الخليج تعتبر من أوائل الدول اللي ركبت الجيل الخامس في الشرق الأوسط وخلصوا الجزئية الأولى. لسه باقي عندهم كمان أربع خمس جزئيات. تمام؟ بس تم الانتهاء من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى هي مرحلة تركيب الأجهزة الأساسية في المواقع. تمام؟ طبعاً في مرحلة ثانية ومرحلة ثلاثة ومرحلة رابعة ومرحلة خامسة. عشان نوصل للاست فيرج من الفايف جي. تمام؟ بعدين هيجينا السيكس جي. والسيكس جي هيكون مكمل للفايف جي. تمام؟ وا 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 إلى آخر. طيب. يبقى تقنية الجيل الخامس قبل ما نجي نتكلم على واي 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 5G ايش تقنية الجيل الخامس؟ تقنية طيب يا جماعة يعني بليز الكل يعمل ميوت تمام علشان تقدر تكهل. طيب ايش هي تقنية الجيل الخامس؟ تقنية الجيل الخامس هي fifth generation. Fifth generation. هي الجيل الخامس. تمام? مش 5GHz تمام؟ لأنه يعني في بداية الجيل الخامس اغلب المهاندسين أنا ما كنت أستغرضهم مقلولن تقنية جيل الخامس. آه في عندنا في él at-ball裡 جيل الخامس. لا في فرق بين 5GHz و 5G. 5 GHz و 5 GHz وتردد كان يشغلوا الراوتر القديم يعني حتى الراوتر القديم بشغل تقنية تمام بشغل تردد 5 GHz تمام هاي مش الجيل الخامس طيب ايش هي ابراهيم الجيل الخامس هي تقنية جديدة زيها زي الجيل الثاني جيل الثالث جيل الجيل الرابع تمام هدفها انه تعمل عملية الاتصال ما بين الموبايل او الراوتر والتور يعني البرج الجيل الخامس مستحيل يكون ما بين نقطة ونقطة اخرى غير ما بين الراوتر والبرج تمام والموبايل والتور تمام يعني اي جيل خامس اي حد يقولكم 5 GHz غير هدولة الثنتين معناته انه مش فاهم تقنية الجيل الخامس طيب طب الفيف جينوريشن بيشتغل على اي تردد بيشتغل على ترددات مش ال 5 GHz تمام لانه ال 5 GHz اللي بيشتغل عليها تقنية خلا نقول تردد الواي فاي هاي اللس فريكونسي يعني تردد انت مش محتاج تأخذ له ترخيص تمام رح نتكلم ان شاء الله في ترددات ال 5 GHz بس ال 5 GHz هو جيل جديد تم انشاؤه لتغطية مشاكل او حاجات لم يتم الجيل الرابع بحلها طيب يبقى ليش بنحتاج الجيل الخامس شوف قال لك فيه ثلاث اشياء رئيسية للأسف الجيل الرابع ما بقدر يحققها تمام طب ايش هي يا ابراهيم الاشياء الثلاث اشياء رئيسية اول اشي اللي هي ultra high throughput او enhanced mobile broadband تمام تقنية الجيل الرابع لو يعني فعليا لو عملت ايه تمام مستحيل سرعاتها توصل ل 10 GHz او 20 GHz فانا محتاج سرعات جدا عالية جدا ضخمة تمام هاي السرعات تقنية الجيل الرابع بالspecification تبعتها وبالimplement وبالتقنية اللي معمولة عليها تركيب حاليا مستحيل توصل لهاي السرعات الضخمة تمام مستحيل no way خلص هي هيك هي هاي السيارة سرعتها 120 كيلومتر في الساعة هذا العدات تبعها الفل تمام طبعا انا بدي سرعات اعلى بدك تجيب سيارة حديثة وتضبط المطور تبعها وتسوي لها عملية مثلا معينة من هون من هون من هون من هون لحد ما توصل لسرعة للسرعة اللي انت بدك اياها مثلا انت بدك 160 كيلومتر في الساعة فاحنا في عنا اشياء لازم نعملها تمام عشان توصل السيارة لهاي السرعة فالتقنية الجيل الرابع مستحيل توصل لهاي السرعات تمام تقنية الجيل الرابع لما اخد كل الترددات واخد ايكون free والجودة تبعتها ممتازة واعمل carry aggregation واعمل 44R هتوصل one gig per second ما فيش غير انا شابك على الشبكة تمام يعني انا الحال شابك على الشبكة وعملية يعني الباندو التبع ترددات الجديدة هيكون فاضي فيعني موضوع تكنيكل شبه مستحيل ان انا استخدمه عشان اوصل لسرعات وكمان ايش ماكسما one gig per second في الفور جي تمام طيب ممتاز يلقى انا عشان عشان هاي المشكلة محتاجة 5G حلو طيب عشان الهاي ثروبوت او اليم بي بي اول ما تسمع اي 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 سرعات عالية جدا تنتم من 10 قيبت per second طيب ممتاز هاي مفهومة واعتقد الكل فاهمها السرعات طيب ايش كمان عندي يا ابراهيم في عندي الالترا لارج كونكشن او الماسيف ماشين تلكومنيكيشن او تلكوم او كونكشن يعني تلكومنيكيشن كونكشن انا يا ابراهيم محتاج عدد اجهزة ضخم جدا 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 يعني في دراسات قالت انه في الالفين وثلاثين هيكون في عدد الاجهزة المشبوكة على الشبكة ميت مليار جهاز ميت مليار جهاز طب احنا كبشر من هون للالفين وثلاثين ما هيكون عددنا وصل للتمانية او تسعة مليار تمام طب من واجهة الاجهزة اللي مشبوكة على الشبكة الاجهزة الاخرى تمام كل الاجهزة اللي حواليك هتكون مشبوكة على الشبكة هيكون في عندك ايش اسمه سمارت سيتيز يعني مدن ذكية هاي مدن الذكيين محتاجي شبكة تشمك عليها يكون في عندك manufacturing بتشتغل على الذكاء الاصطناعي وبتشتغل على الروبوتكس هاي الاجهزة تكون مشبوكة في الشبكة تمام كل إشي حواليك حيكون مشبوكة في الشبكة سيارتك موبايلك تلفزيونك تليفونك مكيفك كل إشي كل إشي كل إشي ستكون مشبوكة على الشبكة. تطبيقات كثير 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 كبيرة تمام. طبعا هذه الأجهزة كلها شبكة الجيل الرابع مستحيل تقدر تخطيها. فقال لك أوكي عشان أنا أسوي هذه الحركة أو عشان أعمل ماسف ماشين ديفايس كونيكشن أو عرض أجهزة الضخمة المشبوكة على الشبكة. هاي النيتس. هاي الحاجة ما هي موجودة في فور جي. فأنا محتاجها تكون موجودة في 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 جداً جداً جداً. تمام؟ التأخير لازم نكون قليل جداً 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 طبعاً المفهوم بالتأخير اللي هو ال-delay ما بين الجهاز اللي انت قاعد يباعت الرسالة ووصولها للأخير ورجوعها هاي العملية اللي لازم تكون قليلة. طبعاً هاي العملية انت ما بتحس فيها. يعني انت فعلياً مثلاً حالياً لما تعمل مثلاً ترن على صديقة هاي عملية الاتصال ما بين الموبايل للبرج للبرج للكور وترجع تاني مرة الموبايل. هاي اجزاء من الثاني. مثلا بالفور جي ميت ميلي ساكند. تمام؟ او سوري. يعني بالفور جي تقريبا ميت ميلي ساكند في افضل حالاتها. او ميلي ساكند. قال لك حتى هذا الديلي في بعض التطبيقات. ما ما بقدر انا اتعدى الفايف ميلي ساكند. تمام? عشان اوصل الفايف ميلي ساكند. انا محتاج نيو تكنولوجي تقدر تدعم لي هاي الفايف ميلي ساكند. فهاي هي التأخير قليل جدا جدا جدا. وتقنة الجيل الرابع. لما نجي نتكلم عليهم. طبعا انا ابراهيم هاي التطبيقات كلها حكيتلي اياها. هاي مش لئي انا كموبايل. صح والله. يعني انت لو تفكر فيها اوكي. التروبوت انا ايش بدي في العشرة جيجاوات برساكند. انا اخري احضر فيلم كل حجم الفيلم اللي وان ساعة ما بوصل لا وان جيجا او تو جيجا. لما اجي احمله ثلاثة جيجا يعني. يعني مش محتاج لهاي السرعات العالية. تقنة الجيل الخامس ما نوجتت عشان الموبايل والفيسبوك وتلعب على اليوتيوب والاشياء هاي. لا. طب انا ابراهيم اذا انت فعليا بتقول لي هذا اللي حكي عن الفور جي. انا انا تليفوني. عليش هشتغله? هضلك شغال على ايش? على الفور جي. والفور جي اسمه ايمتي ادفانست. يعني شايفين هاي? هاي هي الفور جي. هاي هي ايمتي ادفانست. انت هتضلك شغال كنديور على هاي. لكن التطبيقات اللي حكيت عنها او اللي حكي عنها هي التي يعطيست تقنية الجيل الخامس. فلو اسمعت容 آيمتي تواني 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 او في لدي او فاي 유 جي هي نفس المعنى. آيمتي تواني 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 هي مرحلة اطلاق تقنية الجيل الخامس. تمام? او بدايته بدايته. الي هي الفين عشرين عشرين تمام? والآيمتي ادفانست هو تحسين تقنية الجيل الرابع. تمام؟ طيب. في نقطة مهمة جدا هون يعني حاول امر عليها بشكل جدا سريع تمام لانه الوقت يداهمنا جدا اوكي طيب اه ال 5G قلنا ايش ايش يعني ايش اقصى سرعاتها اقصى سرعاتها عندك انت فعليا 10 قيوبات per second تمام هاي مهمة جدا كفور جي طب كفور جي طب كفور جي لا الفور جي ماكسمو ممكن يكون 400 500 600 تمام فيعني ما حنوصل لهاي السرعات لكن انا بحتاج سرعات الفور جي عشان اقدر اخدم الموبايل عندي واقدر اخدم تطبيقات كينديوسر تمام طب الاشي الثاني one million device بالكيلومتر المربع طبعا لما اقول مليون جهاز مشبوكة في كل كيلومتر في الكيلومتر المربع مش في كل يعني في فرق per kilometer مربع تمام او في كيلومتر مربع لازم تكون فاهم انه فعليا مش كل كيلومتر مربع هيكون في مليون جهاز تمام يعني مستحيل الشبكة تخدملك هاي العدد للاجهزة في تقنة الجيل الرابع انا اصلا من وين اجيب كل كيلومتر مربع مليون جهاز تمام لكن تقنة الجيل الخامس تضمن لك تضمن لك انه لو كان في عندك كيلومتر مربع في مليون جهاز تقدر تغطي لك اياه تمام هنتكلم عليك بشكل شكل جدا سريع هاخدها بشكل جدا سريع تمام لكن تقنة الجيل الرابع ولا ولا بتوصل لمئات الالاء ولا بتوصل لعشرات الالاء يعني تقنة الجيل الرابع بتكلم على الالاء فقط تمام اوكي طيب واخر نقطة هي ليش اللو لتنسي الوان ميلي سكند الوان ميلي سكند ديلي او في المرحلة الاولى فايف ميلي سكند في المرحلة الاخيرة وان ميلي سكند ديلي تمام طيب ممتاز حلو اوكي فهمنا هاي الموضوع فهمنا اوكي انا عندي في الفور جي وان هندرد ميلي سكند في الفايف جي وان ميلي سكند في الفور جي الافات في الفايف جي ممكن اوصل للمليون في الفور جي مئات الميجابيت برسكن في 5G 10 جيابت برسكن. خليني احكي لكم حاجة انه فعليا انك تعمل كل هدول الاشياء في نفس الوقت اشي مستحيل. تمام? يعني اشي طبعا. طب ليش ابراهيم? في حدا يقدر تفرج على مين ولي صار في نفس الوقت. يعني في نفس اللحظة تقدر تفرج على زاوي على مين وزاوي على يصار. يعني في نفس اللحظة تفرج على مين وعلي صار. تمام? اللي بقدر يتفرج على مين ولي صار في نفس اللحظة يكتب لي في الشات انا. تمام؟ يس يس سيجيب حيجي بعد البيب جي. تمام؟ احنا نشرح البيب جي بدنا نشرح البيب جي. تمام؟ في حدا يا جماعة بقدر يتفرج على مين هو اللي صار في نفس الوقت؟ اكتب يمكن يشوف اشخاص عندهم قدرات خارفة. تمام؟ مستحيل مستحيل طب طب انا في الاتصالات يعني كيف مستحيل؟ مستحيل يا جماعة في الاتصالات. في انا بدي يعني بدي عالي. تمام؟ وبدي يعني عالي. اوكي. لما اتكلم على عالي. تمام؟ فانا اكيد الموديليشن هيطلع لي اشي اسمه كل ما زاد الموديليشن كل ما زاد البت اروريت. تمام؟ يعني انا البتات اللي بنقولها اكيد هيصير في عليها مشاكل. وانا محتاج اعدلها. وعملية التعديل بتاخد بروسسنج. والبروسسنج هيصير في عليه. فمستحيل جيب هاي ثرووت. وايش? و او او لتنسي. يعني مستحيل اجيب سرعات جدا عالية وتأخير جدا قليلا في نفس اللحظة مستحيل. طيب ممتاز. طب. اوكي هاي مفهومة. طب هنشوف المنظوم ثاني الام ام تي سي. انت برضو نفس الوقت ما بتقدير تجيب ام ام تي سي. وما تقدير اتجيب. لانه كل ما زاد على هذه الاجهزة كل ما قلت السرعة. لأنه أنا فعلياً عندي باندود معين وحاجات معينة ما بقدر إني أتجاوزها أنا بوصل أوكي مرحلة أغطي لك العشر مجابيت برساكند لعدد معين من اليوزر بس بعدين هتبدأ السرعة تتقل فأنا فعلياً ما بقدر أجيب لك مليون جهاز واش بوك على الشبكة وقول لك كل واحد فيهم بأخذ مثلاً ميت مجابيت برساكند ما بوصلها مستحيل أو ميتين مجابيت برساكند تمام كستابيليتي أو حتى وان جيبيت برساكند مستحيل كل ما زال على ده الأجهزة كل ما قلت له ثرو لأنه أنا في عندي باندود ما هي سيارة واحدة تماماً أنا جبت لك باس الباس بستوعب مية طب أنا فعلياً الباس أول واحد بأخذه كله ثاني واحد بيقل ثالث واحد بيقل لحد ما يصير المساحة جداً صغيرة هاي المساحة هي لتروبوت تبعتك تماماً بس أنا بقدر أشبك لك مليون بس المليون ما حيكون عليهم إيام بي بي تمام طيب ممتاز نفس الإشي لما يكون في عندي عدد أجهزة مهول تمام ما بقدر أعمل لول التنسي لأنه فعلياً هاي الأجهزة بتعمل عملية إيش برو طيب إيش الحال يا إبراهيم الحل في عملية النتورك سبليتنك تمام النتورك حتكون سمارت تمام الفايف جي شبكة الفايف جي شبكة ذكية تمام هي شبكة ذكية بتقدر تتعلم بتقدر تتعلم أنت كإندي يوزر إيش محتاج هل أنت محتاج إيام بي بي طيب أنت محتاج إيام بي بي يعني ما عندك مشكلة في الدليل وما بدك أجهزة كبيرة فاستخدم المسار الأول تمام طبعاً هذولا هذولا أنت شايف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذولا هما تو سايتس بس بشرح لك تو سايتس هذولا كيف بدهم يتواصلوا مع النتورك أو مع الكور نتورك حسب الأبليكيشن تبعه تمام ففي الحالة الأولى أنا محتاج إيام بي بي يعني أنا حاعمل شوية بروس وحاجات معينة تمام وخلي الراوتر يروح على الكور الراوتر عنده هاي ثروبوت بت ايرو ريت وهو واقعي لآخري فأنا فعليا عملية البروسنج بتتم عندي في الكور اللي موجود في الريجون تمام طب إبراهيم أنا شو 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 فرق فور جي عن الفائب جي شوف الفور جي ما كان في عنا سي يو دي يو كان في عنا كور وبي بي يو الكور موجود في مكان وفيكست تابت تمام والبي بي يو موجود في السايت هون في عندي جميع عملية الكنترول واليوزر هون والكور موجود هون فأنا فعليا لو غاطت لكم هاي المنطقة هاي تقريبا نفس الشكل تبع الفور جي تمام نفس الشكل تبع الفور جي هي هاي الجزئية تمام خلينا بس أعمل الليزر علشان شوفوا بشكل أوضح فأنا فعليا لما أتكلم على هاي الجزئية تمام أنا بتكلم على الجزئية شبيهة بشطقة الجيل الرابع لكن في أشياء حديثة عملناها في الجيل الخامس وصلتنا لهاي السرعات لكن هي تقريباً شبكة الجيل الرابع تمام طيب الجيل الخامس قال لك شوف أنا لازم أقسم الكور والبي بيو لحاجتين إشي اسمه سي يو ديو كونترول يونيت وديستربيشن يونيت تمام الدستربيشن يونيت هاي مسؤولة عن عدد الأشخاص واليوزر والكونتربيشن يونيت هاي بتنفي عملية البروسيس كامل تمام فأنا فعلياً إذا محتاج سرعات عالية بستخدم هذا الشكل تمام وضيف عليها الفيتشور اللي هتكلم عليها في الصادات اللي بعد طيب طيب أنا ده محتاج ممتسي قال لك إذا محتاج ممتسي لازم اجيب لي الديو واشبكهم جم بعض واعمل بينهم عملية شيرين للريسورس طيب كيف يعني يا مراهيم يعني انت فعلياً لو كان عشان بدي أشرحيكم بشكل بسيط لو عندك مثلاً عشر هاردسكات كل هاردسك في وان جيجا تمام وانت هاي العشر هاردسك موجودة في مناطق مختلفة هاي المنطقة طول ما انت عندك وان جيجا بتغطيها طيب لو عندك وان بوينت وان جيجا هقولك لا أنا انا كاب بليت تبعتي وان جيجا تمام طبعاً شو بساوي أنا بجيبهم كلهم بجيب مادربورد وبشبك المادربورد ورقزه فهون بجيبهم كلهم وان جي وان جي وان جي وان جي وان جي وبشبك مادربورد فيهم فبسرفي عندي جهاز في عشرة جيجا يعني انت بسير الجهاز عندك عشرة جيجا هما في نفس المكان تمام وبوصل بينهم وبين السايت عن طريق فايبر كيبل وبركب الانتنة والارف موديول عند السايت فأنا هون لما يصير في عندي مثلاً لو فرضنا انه هذا السايت في وان جيجا والذي سorms 1.1 جيجا سايقول عنه producers ما pertoabytes. طب 11 جيجا والأهندرد جيجا och 100 ميجا خدها من الجهاز الثاني خدها من الجهاز الثاني فأنا فعليا لو عندي 1000 موقع والجهز هون وكل جهاز بدعم 1000 شخص فأنا فعليا بقدر اغطى المليون في منطقة واحدة بقدر اغطى المليون كاملين في منطقة واحدة نفس فكرة شيرنج للريسورس معروف الشيرنج للريسورس أنه أنا أعمل شيرنج للريسورس استفيد أقصى فائدة عمل او عملية توسيط او عملية جمع في مكان واحد واستخدم هاي الريسورس او او يعني انه يكون في عندي استخدامهم حسب الحاجة تمام فهاي العملية انا بقدر احقق الايش بقدر احقق الام ام تي سي طيب اخر النقطة اللي هي اليو ارلسي يجمع بسيط بسيطة انا بطلع مثلا من 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 عسب المثال من القاهرة الاسكندرية هاي باخد فيها وقت باخد فيها ساعتين تمام يعني اطلع اروح اجيب غرض من فانا في القاهرة اجيب غرض من الاسكندرية مثلا فانا باخد مسلا عدد ساعات معين ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات المحل موجود هناك في الاسكندرية تمام المحل موجود المحل الكور موجود في الاسكندرية وانا موجود في القاهرة طيب رحيم عشان اقلل هذا الزمن شو لا زمن ستاوي جيب المحل من الاسكندرية وحطه في القاهرة فانا فعليا بدل ما اروح الاسكندرية اخد ساعتين اما هون محل جنبي في القاهرة عشر دقائق نفس الاشي عملية اليو ارالسي بدل ما تروح الكور نتورك وترجع وتاخد وقت طويل اجيب لك الكور نتورك عندك طبعا ما هيكون كور نتورك كامل تمام هيكون اجزاء معينة من الكور نتورك وحيكون فيه له تطبيقات معينة وعلى فكرة غالي جدا ما حركبه في كل مكان يعني انت ما حد يتوقع انه اليو ارالسي ما يكون موجود في كل منطقة في الدولة هيكون في مناطق معينة في المناطق اللي هيكون فيها اوتو درايفنج سيستم مثلا تمام فهي العملية هتقلل للزمن وانا بقدر وقتها انه يصير في عندي الترا لو لتنسي طيب ممتاز يبقى في الاخير ايش احنا بنقدر استخدم الفاي جي شوف زي ما حكينا هدول التلات تطبيقات ما بيجتمعوا في نفس الوقت تمام فانا فعليا عشان اقدر اعمل هاي التطبيقات لازم اعرف انه هون اليم بي بي الهانس موبايل برود باند هون الام ام تي سي هون ماشين ماسيف ماشين تايب كمميكيشن او تلي كمميكيشن تمام والترا لابيليتي ان لو لتنسي كمميكيشن يوارل سي طيب ايش هتطبيقات ايبراهيم اول شي عندك تطبيقات الجيجابيت ان ساكنت وهي تطبيقات طبعا هنتكلم فيها فساد اللي بعد وهي تطبيقات تحتاج سرعات جدا ضخمة تمام عدين من نجي من نمشي من اليم بي بي الى اليوارل سي بنتكلم على ثري دي فيديوز وركاند بلاي كلاود جماعة ال eyear تمام المروسي طبعا سوري ال 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 الال الجويم و هاي المصانع اللي اللي بتركب الأجهزة محتاجة لوله لتنسي لان اذا اذا انا استخدمت الماشين تمام وتأخرت شوية ما حركب القطعة في مكانه خصوصا لما نجد نتكلم على التطبيقات خلينا نقول أو المصانع الدقيقة تمام وآخر إشي عنا أو سلف درايفنج سيستم عملية القيادة الذاتية بكرا ما حنحتاج درايفرز ولا حنحتاج أي شيء ولا حنحتاج إحنا لسوق طلب السيارة بتحدد الوجهه وبتنام هي بتوصلك على مكانك تمام لما ننتقل من يورالسي الى المم تي سي هنتكلم على المشن كريتكال أبليكيشن زي تطبيقات الهيلف تطبيقات التطبيقات الصحية تمام يعني مثلا حدا بدي عملية جراحية هذا مهم جدا يكون في عندي أنا عملية لا لتنسي لأنه في لين يتأخر جزاء من الثاني ممكن يفقد المريض حياته تمام إلى المم تي سي بنتكلم أهم تطبيق المم تي سي هي السمارت سي تيز تمام بعدين بنمشي بنمشي السمارت هومز أنا محتاج هون أنا محتاج هون محتاج عدد قليل بس محتاج شوية الى آخرين فهي تطبيقات الجيل الخامس وإيش نقدر نساوي في الجيل الخامس تمام طيب ممتاز طبعا تطبيقات تحتاج سرعات عالية اللي هي الـ VR والـ AR والـ MR تكلمنا على الـ AR والـ VR هو virtual reality انت تقدر تحضر مباراة كأس العالم مثلا ألفين وبعد أربع سنوات أو بعد ثلاث سنوات تمام وانت في البيت ولابس النظر نظرات ومشوف كل شيء حواليك وحتشوفه Live فهي العملية محتاجة High throughput تمام فطبيقات الـ AR تمام اللي هي اللي بمعتبدة على الذكار الاصطناعي تحتاج تحلل فعملية التحليل هاي والفيديوهات لازم تكون High quality تمام وفي الأخير اللي هو الـ MR هو الـ Mix reality اللي أنا قاعد أتكلم معاكم حاليا عن طريق الصوت فقط بكرة حيكون لابسين نظرات وأنا أشوفكم وإنتوا تشوفوني واشرحي لكم مثلا على برج 3D زي ما انت شايفين هوا تمام طبعا النقطة الثانية سمارت سيتيز وأنتوا عارفين كل يعني أنا متأكد من أنت كلكوا عارفين شو هي السمارت سيتيز وتطبيقات السمارت سيتيز وايشي سوري أوتو باركين لوكيشن والأشياء اللي بيكون فيها باركين العددات الذكية تتبر من السمارت سيتيز التطبيقات هاي كلها تمام وفي الأخير اللي هي أوتو درايفنج سيستم أنا حيكون في عندي نظام قيادة مشبوك على كل إشي على الإشارات المرور على محطة البنزين على السيارات على السيارات الأخرى بيكون مشبوك على الشبكة عشان نعمل عملية كلاود كومبيوتنج تمام أنا كيف بدي أعرف السيارة الأمامي وقفت ولا لا няя السيارة الأمامي لازم تعطي منبه إنو أنا وقفت ủa سيارة وراي أوقفي هيا لازم تكون في أجزاء من ثانية أداروائز حي تعمل الحادث تمام لازم تكون مشبوكه على الشبكة كل هاي الأشياء لازم تكون مشبوك على الشبكه عشان نعنطي ال 참راب والسيارة بحيث إنه هاي Tefull Gottes 14 بشكل جدا سريع. لم يكن يعملها عن طريق الواي فاي. لأن الواي فاي في مشاكل جدا كبيرة. لكن أنا عن طريق الجيل الخامس بقدر أعمل واي فاي في السيارة. بقدر أشغل بلوتوث. بقدر أحدد موقع. تمام. تقنية الجيل الخامس يا جماعة هي يعني التقنيات اللي هتحل مشاكل أوتو درايفينج بشكل جدا كامل. لأن تقنية الذكاء الاصطناعي مهما وصل الناحي يكون فيها بيت إروريت. في عندك زوايا عمياء. تقنية الذكاء الاصطناعي ما هيقدر يحددها. تمام. بعض المرات بيكون ألوان وأشكال. مثلا في 2018 صار في حادث في سيارة كتسلا لما كانوا يشغلوا القيادة الداتية وتوفى الشخص اللي فيها لأنه كان شايف سيارة معطلة الطريق ولونها أبيض. فالأي آي حللها على أنه هي كلاوت. وراح خبط في السيارة فتوفى الشخص ووقفوا العملية وبعدين صاروا يطوروا فيها وإلى آخر. لكن التقنية بتضمن السلامة بشكل مية في المية وبتضمن الراحة بشكل مية في المية هي تقنية ليش؟ الجيل الخامس على الجيل الخامس. طبعا هل هل هتكلم عن سيارة بي ام مرسيدس هيكون فيهم معين. تمام؟ قريب من الشبكة علشان يقدر يعمل عملية البروسيس. طيب. الترددات زي ما احنا حكينا ترددات الجيل الخامس تعتمد على سب 3G و 6G تمام؟ بس هاخد خمس دقائق عشان أغل قاضي الموضوع عشان نتقل لتقنية الجيل السادس تمام؟ آآ 3.5 جيجا هو التردات الرسمية للت بعض الدول زي الصين بتشغلها من 4.4 لل5 بيجا هيرتز لكن بتكون 4.6 4.7 اللي هي تردات اللايسس فريقونسي تمام؟ سوري تردات اللايسس فريقونسي مش تردات الواي فاي تمام؟ وفقط في شرق آسيا تمام؟ وطبعا نقدر احنا نعيد طبعا التقنيات النقطة الثانية اللي هي المليميتر ويفز تقنية الخامسة المستقبل حتى تمت على المليميتر ويفز تمام؟ والمليميتر ويفز نتكلم على يعني تردات جدا عالية 29 جيجا هيرتز طبعا هاي مساحتها هتكون جدا قليلة لكن س سرعاتها هتكون جدا عالية لانه الباند واذ تباعها تمام؟ نتكلم في الجيجا هيرتز و400 ميجا هيرتز تمام؟ الشبكة هتكون مقسومة لجزئين stand alone وnon stand alone تمام؟ المرحلة الاولى هي non stand alone اللي هي حاليا هتتركب وفي المستقبل هتكون stand alone تمام؟ طبعا انا كيف بدي اسرع 5G في اكثر من نقاط برضه همر فيهم بشكل جدا سريع تمام؟ علشان ننتقل على الجيل السادس ما بدي احاول يعني قد ما نقدر لازم يتكلم مع نقطة الجيل السادس لانه هي تتمر من اتصالات العشرين اربعين ولازم نبدأ نحضر لها من الان ذهنيا تمام؟ طيب طبعا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة امور رئيسية تم تحديثها في تقنة الجيل الخامس ما كانت موجودة في تقنة الجيل الرابع او مش ما كانت موجودة كانت موجودة بس بشكل يعني ضعيف فانا في الجيل الخامس طورتها بشكل جدا كبير طب ايش هي ابراهيم؟ اوليش الكودنج الكودنج تمام؟ ثلاثة اشياء رئيسية بقدر استخدمها في الجيل الخامس الـ 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 بيسي، الـ البولر والـ تير tablespoon، تمام، تقنية الجيل الرابع كان فيها واحد بس تمام؟ طب تمام تقنية الجيل الخامس ليش أنا محتاجiza أكثر من الان كودنج؟ بأنني تأدعك أكثر من التطبيق عنديaaaaRL easy SAY、 هاي لازم الان كودنج يكون تبعها مثلا سيمبل مثلا أنا عند الـ MMTC لازم يكون الـ encoding تبعها مثلاً X أنا عند الـ URC لازم يكون الـ encoding كذا أنا في أيدي تطبيقات VIP لازم يكون complex encoding فالـ encoding في تقنية جيل الخامس تمام مختلف عن التقنيات اللي قبلها بسبب اختلاف التقنية طيب الـ modelation الـ modelation الجيل الخامس بدأنا نتكلم على 256 كوام أنا الجيل الرابع ماكسما كان 216 256 تقنية جيل الخامس 512 512 كوام هاي يعني أنت فاعلين عندك very high bits تمام يعني 512 بيت بقدر أرسلها بالإشارة الوحدة تمام إذا غلط بسيط راحت فأنا فعلياً الـ modelation هذا سرع لسرعة الجيل الخامس على أقل بس في الـ QAM بس في الـ QAM دبل الجيل الرابع بس في الـ QAM تمام إذا بس طورنا الـ modelation دبل الجيل الخامس تمام كمان في عنا إيش يسمه FOFDM اللي هي الفلتر للـ QAM الجيل الرابع كان بس FOFDM الجيل الخامس FOFDM طب أنا إيش سوت للـ FOFDM هاي هاي الـ FOFDM وفرت لي 10% من الـ guard band فأنا بقدر استخدمها للـ resources تمام فأنا فعلياً إيش حامل حامل عملية تسريع للسرعات طيب اللي بعدها اللي هي downlink beamforming تمام بيم فورمينج طب إيش هي إبراهيم الـ beamforming الـ beamforming الـ beamforming الـ antenna تبع تلجيل الخامس أنتنة ذكية فهتقدر تتبع الموبايل وين ما يروح عملية بس تغيير شوية زوايا صغيرة في الـ antenna تمام بتقدر تعدل التقاطع عشان يكون مكان الموبايل وقت هالموبايل دايماً هيكون فيه سرعات عالية لأنه لأنه في الـ antenna الجيل الرابع لو انت شايفين لما يتحرك الموبايل من زاوية لزاوية بتغير سرعته انتو تلاحظوا فعلياً أنا مكون قاعدة مشي السرعة صارت عندي سيئة حتى بعض المرات في نفس المكان بعض المرات بصير في عندك رفليكشن معينة واشي معين بتصير السرعة السيئة تمام هذا الاشي ما حنشوف في الجيل الخامس الجيل الخامس حيتبع الموبايل وين ما يروح وحيوجه عليه وأنا فعلياً باخد عليه سرعات عالية فأنا فعلياً دائماً بعتبر الموبايل على أقل فوق الثمانين في المية هو قاعد يحقق الـ speed اللي هو بديه تمام نحن نتكلم على المايمو يطول الشرح بس المايمو أنا فعلياً بقدر أرسل أكثر من polarization أو قسم الإشارة الأكثر من polarization وأبعثها على الموبايل فالموبايل بقدر يدبل طرق تبعته تمام أجن يا جماعة بس معلش أنا قاعد أمشي بشكل جداً سريع لأنه كل سلايد من سلايدة هذول بدي أشهر أشرح بشكل تفصيلي حيأخذ مني ساعة تمام فممكن تخذ هذه المصطلحات تبحث عنها وإذا عندكو أي أسئلة ترجع تسألونا حنجاوبك علينا الواحد لأحد فأنا تقنط المايمو هو ويكون في عندي أكثر من أنتنة بتبعت أكثر من إشارة مختلفة ويكون في عندي أنتنات تستقبلها فأنا بدبل السرعات عندي بشكل جداً كبير تمام طبعاً الماسيف مايمو زي ما أنتم شايفين أنا هيكون في عندي up to 64 T64R 64 إرسال و 64 استقبال تقنط الجيل الرابع ماكسمو كانت 8T8R 16 T16R هاي لما تكون خلاص فل تمام تقنط الجيل الخامس بتعطيك 64 T64R انت عارش عن 64 T64R يعني أنا فعلياً لو عندي مثلاً خلينا نقول على سبيل مثال 64 يوزر 64 يوزر هاي لما شبكين على شبكة الفور جي فأنا السرعات عندي بدي أعطيها يعني لو عندي 100 ميجا فال100 ميجا بتعطيها ال64 شخص تمام طبعاً ما يكون في عندي 64 T64R أنا فعلياً بقدر أرسل لكل شخص تمام 100 ميجا لحاله تمام فكل واحد كل شخص عنده transmitting لحاله وreceiving لحاله كل شخص عنده transmitting وreceiving لحاله تمام فأنا فعلياً دبلت السرعات 64 ضرب 100 تمام هاي ستة جيجيو بيت بر ساكنت أوكي طبعاً احنا ما بتكلم على مية احنا بتكلم على الأعلى من مية على مية بكثير شبكت فيها بقية التطبيقات تمام يعني ايش يسمو دي كابلنج والدي كابلنج هذا الكنسبت ما كان موجود في 4G طب ايش هو الكنسبت تبعت دي كابلنج؟ قالك شوف الموبايل في باور والباور تبعت الموبايل محدودة محدودة لأنه طاقة الجوال محدودة فأنا ما بقدر أستهلك طاقة تبعت الموبايل عشان أوصل للبرج فأنا في المنطقة القريبة من البرج أنا ممتاز الشبكة عندي ممتازة قاعد أرسل وأستقبل ووضعي ممتاز جداً طب أنا لما أبعد عن مسافة معينة تمام؟ هسير في عندي الفري سبيس باثلوس جداً كبير فا أبنج من الموبايل البورج إيشارة ما ستوصل الموبايل للبرج لكن البرج للموبايل توصل إيشارة لأنه البرج يا جماعة الباور تبعته عالية وأبدا أتكلم بشكل جداً عالي تمام بينما الموبايل ما بقدر رفع الباور تبعته ورفع الباور تبعته ايش بيسير؟ بتخلص possibile تستهلك البطاري عندك تمام؟ يعني انت ممكن ترفع الباور آه بس فعالياً بطاري بدلاً ما تكفيك ب настоящر ساعة ساعة تمام؟ فأنا فعلياً لازم أحل هاي المشكلة ما بقدر أني أستهلك طاقة الموبايل. طب إيش أساوي؟ قال لك شوف. الأبلينك الأبلينك في المناطق اللي بتبعد فيها غير التردد قليل التردد. إذا ما هي 3.5 جيجا هيرتز قليلها 1.8 جيجا هيرتز. فأنا بعمل إشي اسمه في المناطق البعيدة بس تخدم تردد في الأبلينك غير داون لينك. هاي هي عملية. تمام؟ وهي العملية بتخطلين أغطي مسافات أبعد ومناطق أبعد وبتكون التغطية فيها ممتاز. طيب. طبعا هذا بالنسبة لتقنة الجيل الخامس. تمام؟ رح ننتقل حاليا لتقنة الجيل الرابع. لأنه الوقت عنا شوية محصور. تمام؟ ورح نرجع أكمل معكم إن شاء الله بس يخلص المهندس فادي عن تقنة الجيل السادس. فادي موجود معنا؟ ها موجود معنا. فادي المايك معك. السلام عليكم أستاذ الخير. أعطيك الله الفاعل في المهندس. بدايةً يا جماعة ما أريد أن أطول عليكم الكثير وندخل بتفاصيل عميقة. ولكن الكلام اللي سأحكيها بهذه الجزئية وكلام مهم. أوكي يعني كالكلمة اللي سأحكيها هي عبارة عن بحث بحد ذاته. تمام؟ وكل كلمة اللي سأحكيها هي يعني مفتاح لأبحاث ومفتاح لدراسات. يعني حتى يعني هناك مشاكل أنت ممكن تشوفها وترح تساوي عليها أبحاث. الآن بالبداية المهندس إبراهيم حكي أنه أي تقنية موبايل بشكل عام. فيها لستاندرد. فيها منظمات دولية تجيب حط هذا الستاندرد. تمام؟ هذا الستاندرد بروح بيسموه ريليس خمسة ريليس 16 إلى آخر. تمام؟ فهون شو عملوا لك؟ عملوا لك أنه أنت الـ 5G Advanced. 5G Advanced. هو الستاندرد. هو ريليس معينة. تمام؟ وهو ريليس 18. الذي موجود في 2022-2023. ماذا يعني ريليس 18؟ يعني هناك دراسات عم تصير على الـ 5G Advanced. لتضعوا ستاندرد طبعا. انطلاق من هاي الريليس. رح يطلعوا هنون على الـ الريليس 19 اللي هو بيكون بالـ 2024. بديكون المعالم تبعية الـ 5G Advanced أوضح. والدراسات تبعيته يعني رح تكون هي كنقطة انطلاق لموضوع الجيل السادس. لحتى يشوفوا شو هي متطلبات الجيل السادس. لحتى بناء على هالمتطلبات يساووا هالدراسات والأبحاث هي كاللياتها. ورح يبدأوا بدراسة هذا الجيل ويحطوا الـ تبعيته كاللياتها بنهاية تقريباً ٢٠٢١ أو ٢٠٢٠. يعني هذا هون مو تاريخ دقيق المخطوط. يعني تاريخ تقريباً ممكن يكون ٢٠٢٨ أو ٢٠٢٣. هون رح يكون بـ الريليس عم يحكموا بـ ٢٢١. فكلمة الريليس لاكتر تخوف هي بس مجرد مجرد معالم عم يحطوها للتقنية يلي بدا تشتغل. إن كان ٢G أو ٥G أو ٦G نحن من دون ريليس ما بتقدر طبع التقنية بأي بلد. لأنك من دون الريليس ما عندك توحيد لأنظمة الاتصالات بالعالم. وإذا ما عندك توحيد لأنظمة الاتصالات بالعالم معك ما عندك توحيد لإستخدام الترددات بكل العالم وبالتالي يكون في عندك مشاكل. حتى أنت بتشوف في عندك أحياناً أنظمة أوروبية، أنظمة أمريكية، لاب 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 إلى آخره. فهنن بدون يخلصوا لهذا الموضوع بيحاولوا يوحدوا هذا الأساس. فكيف يتم التوحيد كمان عن طريق الريليس. المهندس أريد أن أعزبك لساعد تاكب بعض ذلك. فلا تخافوا من كمية ريليس. هواوي هواوي، مهندس أريد، تمام. هواوي كان في عندك White Paper. كانت تحطى هاي صورة غلاف للWhite Paper تبعيتها. فعمل لك أنه الجيل السادس هو الأفق القادم. تمام؟ عمل لك أنه من الاتصال البشهر والأشياء حتى يكون في عندك Connected Intelligence. فشايفين حتى التصميم بوستر طبع الWhite Paper بشدة كأنك تفتخل الWhite Paper. فهي White Paper موجودة من هواوي بإمكانك تقرأه. أساساً هاي المحاضرة يعني بنسبة معينة مستندية على هاي الWhite Paper. هلأ منيجي على الفكرة الثانية. اللي هي المهندس أريد الترددات التي تصبح بجيل السادس. تمام؟ طيب. هلأ جيل الخامس. جيل الخامس. مثل ما حكى المهندس إبراهيم من قليل. فهي له مجموعة مترددات ممكن يشتغل عليها. في عندي شيء أنا اسمه Sub 3 Gigahertz. وفي عندي شيء اسمه Sub 6 Gigahertz. وفي شيء اسمه مليمتر ويب. صح؟ هؤلاء عبارة عن مجالات ترددية يمكن للجيل الخامس أنه يشتغل فيها. تمام؟ هلأ عميل لك أنه حوالي 2010 كان في عندي Sub 3 Gigahertz. كان في عندي Voice. كان في عندي MBP Mobile Broadbank. يعني كان في عندي تطبيقات العلاقة ببيانات حجمه كبير. بعد عشر سنوات. وصلوا لموضوع مليمتر ويب. صار في عندي هون موضوع URLC والMMTC. ما يعني؟ مثل ما حكى المهندس من قليل بالاستاذاتة بجيل الخامس. في أنك أنت عندك اتصال عالي الموثوقية. الذي هو URLC. وعندك اتصال أجهزة عدد ضخم الأجهزة بالشبكة الذي هو MMTC. تمام؟ المليمتر ويف هي بتمكنك من موضوع أنه تخلي أجهزة تتصل بالشبكة حتى لو عدد كبير. وبتمكنك أو بتعطيك خدمة أنه خلاص أنا رح أعطيك اتصال موثوق اللي تنسي تابعه صغير. يعني واحد ملي ثاني وأصغر من واحد ملي ثاني. هلأ بالموضوع السيكس جي وما بعده تمام؟ يعني عملك بالألفين وثلاثين وما بعد رح نوصل لمرتبة التشغيل الترددية بالتيراهيرتز تمام؟ يعني أنت رح تلاقي ترددات بالتيراهيرتز والتطبيقات الأساسية اللي رح ترافق أو سيناريات الأساسية اللي رح ترافق الجيل السادس هي الإي آي والسينسينج الذكاء الاصطناعي والاستشعار أو التجهيزات اللي بيتركبها أو هي حساسات بتركبها كرماية هذا الاستشعار تمام؟ هلأ في في ثلاث يعني ثلاث يعني ثلاث شغلات أساسية قادونا لحتى الروح على الجيل السادس أو لحتى الروح على الـ لما أنت تسمع جيل السادس تعرف أن الـ وعندما تسمع وعندما تسمع وعندما تسمع جيل السادس وعندما تسمع فالدرايفر الأول عمل لك أنه أنا في عندي تطبيقات جديدة وعندك بيزنس جديد دائما أبدا التطبيقات يعني والبيزنس بدي تطبيقات لحتى أن تنفذ هذا البيزنس بالنهاية فعمل لك هذه التطبيقات الكثيرة وفي عندك شيء اسمه XR Cloud Services نشيله علاقة بالـ تمام وعندما لديك تقنية أنتوا أكيد سمعانية عنها وهي الـ فهذه التطبيقات كلها هجب تطلب ببساطة تطلب ببساطة تطلب الـ مصصصه متعلقة بالشبكة نفسها متعلقة بالبيانات التي تتبادلها الشبكة مع المستخدمين أو مع الأجهزة تمام فهذه النقطة جداً مهمة يا جماعة فعملك هالتطبيقات زيادة هالهولوكرافيك هالكذا 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 هالتطبيقات هذه كلياتها ستؤدي لزيادة بالترافك هذه الزيادة بالترافك اعتمادها على زيادة عدد الأجهزة وزيادة عدد الوزر وزيادة عدد الحساسات الممكن تتوصل به الشبكة إلى آخر هذا الشيء ما يطلب بالطلاب لتنسي ممنوع أن تكون أصلا عندك لتنسي به الشبكة لأنه إذا عندك لتنسي به الشبكة فالموضوع صار سيء لأن هذه تطبيقات جدا حساسة فأي تأخير زمني فهو رح يأثر على جودة الخدمة وبالتالي رح يأثر على العملاء تابوت المشغل يعني أنا هلأ إذا أردتكم مرحبا وصلكم بعد خمس ثواني بتملوا من الاجتماع وتطلعوا برعات الاجتماع فكيف لك أنت تستخدم خدمة وفيها تأخير فالموضوع كثير صعب ومطلبات الموثوقية كل هذه الأصص هي عبارة عن تحديات لتصميم شبكة الجيد السادس لماذا؟ لأن أنت ستكون في عندك متطلبات كثير كثيرة ومطلبات كثير عالية لموضوع الكباسيتي في كباسيتي كثير لازم أنت تغطيها بالنهاية بالنهاية هاي الشبكة هاي الشبكة لازم نكون هي كرياتا أوتوماتي لازم نكون كرياتا فيها بشكل آلي تمام؟ طيب كيف أنا الشبكة بدت تصير هي آلية بدت تصير فيها أوتوماتيشن كيف؟ قبل ما أكون كيف الذكارة الاصطناعي من زمن موجود كدراسات ومعادلات وأبحاث من زمن موجود طيب ليش لهلأ لحتى انتشر؟ ليش لهلأ لحتى نحن عم نسمع ذكاء الاصطناعي؟ إن كان هلأ من سنتين ولا ثلاثة ولا أرواي لانتابع المجال اللي بيعرف من أين ببلش انتشر الذكاء الاصطناعي؟ لأنه ببساطة ببساطة ما كان فيه داتا يتعلم منها بالنهاية الذكاء الاصطناعي هي موديولز هذه الموديولز تدخلها داتا تتعلم الموديولز من هذه الداتا وتعطيك أوتومات بس تمام؟ فذكاء الاصطناعي ما كان فيه داتا يتعلم منها أساساً لكن اليوم وبسبب التقنيات الموجودة وبسبب السوشيال ميديا بسبب سلوك المستخدم وبسبب أكتر من شغلة ثانية وبسبب وجود شبكات اتصالات تربط كل هذه المستخدمين مع بعض والبعض أدى لأنه تبادل كميات كبيرة من الداتا على الشبكة وبالتالي هاي الداتا بيأخذها الذكاء الاصطناعي وبتعلم منها وبيعلم الشبكة أنه أنت ساوي هيك وانت ساوي هيك وانت ساوي هيك وبالتالي هاي هي عملية الاطوميشن فالأي آي هو المحرك الأساسي لعملية الأوتوميشن بالشبكة الخلوية فهي نقطة جداً مهمة لازم تركزه عليها هذا الدرايبر مهم الدرايبر الثاني موجود بالسلايد أن الشبكة أو الراديو تكنولوجيا يعني التقنيات الراديوية وبنية الشبكة ستعتمد على أربع أمور أساسية كيف يعني؟ يعني لما أنت تجي مثلاً عندك مثلما نعرف نحن الشبكة الإتصالات الخلوية هي جزئين أساسيين تمام؟ الراديو أكسس نتوارك وكور نتوارك اللي هي شبكة مركزية لهذه الشبكة الخلوية فالراديو أكسس نتوارك يريد أن تعرف هذه الراديو تكنولوجيا على ماذا تبنى بناء على ماذا؟ تمام؟ بالإضافة بنيت الشبكة نفسها بنيت الشبكة نفسها كمان بناء على شو فنحن نتوارك كل هاي التفاصيل هي تفاصيل جداً مهمة أنا هذا السلايد حطيته بسكر عنوان الدرايفر أنه أنت في عندك انتشار هائل للذكاء فرح يتدخل هذا الموضوع بالراديو تكنولوجيا ورح يتدخل بموضوع النيتورك أو بنيت الشبكة الدرايفر الثالث الذي هو درايفر جداً مهم جداً مهم لمن؟ للحكومات للشركات للأفراد للمنظمات لكل الجهات العالم وهي موضوع التنمية المستدامة موضوع المسؤوليات الاجتماعية تمام؟ والله أنا اليوم ما هيحارة إطلاقني نظام إطلاقني system منذ ما أخبر عني إعتباراً لموضوع التنمية المستدامة لأنه موضوع التنمية المستدامة هو شيء مهم بالنسبة لكل البشرية اليوم على سبيل المثال لو لا الاهتمام بالتنمية المستدامة ما بيخطروا على الواحة طاقة شمسية لحتى نحن نتخلص من المولدات التي تشغل الديزل على سبيل المثال ما بيروحوا يتوجهوا لطاقة الريح ما بيروحوا مثلا بيروحوا على على مواد طبيعية بيستخرجوا منها غاز طبيعي بيستخرجوا منها طاقة أو أمور بتعطيهم طاقة فموضوع تنمية مستدامة كثير مهم فالشيء المتوقع من انتشار جيل السادس أن يكون عملية التشغيل تبعه والمراقبة تبعيته والإدارة تبعيته والشبكات تبعيته كل ياته معاشا تكون بتوفر كوست يعني بتوفر تكلفة على الشركات وعلى الدول والحكومات وبتوفر طاقة ومنستخدم الطاقة بأفضل طريقة ممكنة وغير هيك تكون سهلة التركيب وسهلة التعامل معه غير هيك تكون متحكم بها من شان شو متحكم بها مشان نحن مو كرمان والله نلغي وظائف أشخاص من هندسة صلاة لا وإنما نحن نحصل على أفضل نتائج ممكنة وعلى أفضل خدمات ممكنة من هاي الشبكة غير هيك لازم يكون الجيل السادس مرتبط بأهداف الـ SDG التي هي أهداف تطوير التنمية المستدامة طيب ننتقل إلى شغلة تانية هلأ الـ Keep 5G Performance على المهندس إبراهيم شرح من هاته ولكن أنا أريد أن تركز معي على شغلتين لأن السادسة البعض تساوي لك مقارنات بينهم ركز على موضوع التنمية، شاهدوا كمية التنمية بالـ 4G تقوم بـ 30-50 ملي ثاني بالـ 5G تقوم بـ 30-50 مرة حتى تصل إلى 1 ملي ثاني حسنا؟ حسنا؟ تقوم بـ 1 مليون تقوم بـ 1 مليون تقوم بالكيلومتر المرضى بالـ 5G فإذا ننتقل إلى السلايد الثاني، نجد في شيء اسمه Radio Access Network KPIs تمام؟ Air Interface Latency ما يعني Air Interface أصلا؟ دائماً وأبداً، أنت تخيل معي برج، تخيل معي برج، وتخيل معك أنت الموبايل ماسكه بإيدك فهذا الموبايل متصل بالبرج، صح؟ فبين الموبايل وبين البرج، يوجد لينك هذا اللينك نحن نسميه Air Interface فعمل لك أن هذه التنمية بينك وبين البرج، سيكون 0.1 ملي ثاني أما في الجيل الخامس كان 1 ملي ثاني، ويحاولون أن يظهروا ولكن في الجيل الثاني سيكون 0.1 ملي ثاني فهي نقطة جداً مهمة، ويجب أن تخيل معي Air Interface حتى أنت تستطيع أن تخيل الموضوع تمام؟ طيب، نأتي على موضوع مثلاً كثافة الأجهزة التي تتصل تمام؟ فعمل لك 10 مليون ديفايز بالكيلو متر مربع أما كان في الجيل الخامس وفقاً هواوي، هي 1 مليون ديفايز بالكيلو متر مربع فشايف هؤلاء هؤلاء الكيبي آيز، هؤلاء الكيبي آيز مهمة جداً الريال البلتين موثوقية عمل لك أنها 99.99% حتى الـ 5G يقول لك هكذا، تمام؟ ولكن على أرض الواقع الموضوع مختلف على أرض الواقع يختلف تماماً أنتوا عارفون هذا الشيء أنه لا أعني دائماً قيمة مثالية مستحيل أن أجل الغصة إلا قيمة مثالية بأي سيستم أنا أشتغل فيه مهما كان نوع هذا السيستم فهي نقطة جداً مهمة بالنهاية كيف الـ 5G له تطبيقات أيضاً السلاة الأخيرة لو سمحت مهندس السلاة الأخيرة نحن لن نغوص فيه ولكن لديكم تشوفه من قليل في 5G في EMB في MMTC في URC وكان حاططك مثل هارم المثلث تمام؟ فأشوف أنت هنا كيف رسمي لك الشكل وحطي لك الـ AI و Sysync هو شيء أساسي رابط بين السيناريات هاي ومسميناه كل نفس التسميات ولكن ضايفين الـ يعني فيه ميزات أساسية وفي ميزات الجيلة راح يدعمها هذا الجيل طبعاً أنا كتير بتمنى أن يفوت تفاصيل كل واحدة منهم ممكن مثلاً إن شاء الله نحن نقوي يعني ورشة عمل عن فقط هذا الموضوع بالكامل لحتى أنا أعطي كل التفاصيل لأنه بصراحة يعني دكتورة هذه ما كانت عطتني كتير وقت كل ورشة يعطيتنا ألف عافية رباً طبعاً 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 حيكون في المستقبل مقسوم هذا في المرحلة الأولى في المستقبل حيكون مقسوم إلى وحيكون في مكان مختلف تماماً في الـ طيب التحديات اللي حنواجهها فتقنة الجيل الخامس بما نحن حالياً قاعدين نتكلم عن تقنة الجيل الخامس لأنها بدأت تمام وحالياً معمولة عليها فأكبر تحدي حنواجه هي مرحلة مرحلة التركيبات لأنه أنت فعلياً بدك تركب الأنترنات لأن تركب الـ تركب الأجهزة طبعاً أنا فعلياً أصار في عندي سمارت سيتي بدي روح أركب بكور وركب أنترنات وأركب إلى آخرية فأنا فعلياً أكبر تحدي في شطة الجيل الخامس وهو التركيب وعملت التركيب مش معناته بس الإنستوليشن هاردوير الإنستوليشن أنت كيف بدك تعمل تقاطع ما بين الـ خلينا نقول key points في 5G يعني كيف بدك تعمل مثلاً التراليابيليتي إنستوليشن مثلاً مع الـ وعملت البرمجة عملت التركيب وعملت الـ لهاي المرحلة كلها تحديات نحن بنواجهها في تقنة الجيل الخامس وبدأنا نواجهها في المرحلة الأولى اللي هي أسهل مرحلة تمام؟ تشوف الـ طبعاً زي ما حكينا لما نجي نتكلم على تقنة الجيل الخامس فهي فعلياً open وهي وجداتا فلازم منها سابر سكوريتي تمام؟ برضو موضوع سابر سكوريتي بس بعد ما تفهم تقنة الجيل الخامس لازم تتكلم بعدين على سابر سكوريتي مثلاً تقول لي الـ لازم يكون في عملية كده وكده 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 لازم نتوع في الـ وكده 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 فهي بداية في التحديات اللي هي بتقنة الجيل الخامس طب opportunity يا جماعة opportunity اللي هتفتحها بتقنة الجيل الخامس opportunity الضخمة ضخمة ضخمة جداً تمام؟ انت فعلياً محتاج resource كثير يشتغلو لك في موضوع البنية التحتية والمتابعة والمراقبة والتركيب تمام؟ ومتابعة software development هو يكون في AI بس الـ AI هذا محتاج الناس تشرف عليه طبعاً في الـ 4G ما كان موجود إنه كان very simple تمام؟ حيفتح لك آفاق جديدة system architecture محتاج له team تمام؟ أنا بدي أعمل network splitting مين بدي أعمل الـ network splitting بدي أحتاج team يعمل الـ network splitting team يعمل الـ team يعمل الـ network splitting team يعمل الـ network structure فهيدي أحتاج huge number of resources عشان تقدر تخدم هاي الـ network تمام؟ طيب أنا إيش محتاج إبراهيم skills عشان أقدر أدخل في الجيل الخامس أول skills إنت محتاجها إنك تفهم شو عن جيل الخامس شو يفهم شو عن التصالات ما مثلاً كده تدخل وتقول يلا بدي أشتغل أنا cyber security في الجيل الخامس إذا أنت مش فاهم تقوم بجيل الخامس بشكل تفصيلي تمام؟ كيف على إيش بتعتمد إيش المقاومات الأساسية إيش التردد تبعها إيش الباند إيش الباندوث إيش الكاريير number of carrier ثروبوت هاي معلومات تفاصيل جداً جداً ضخمة يعني في عندك certification وعندك كورسات الـ wireless عشان تفهم مصلاً تقني تجيل الخامس لازم ترجع خطوة لورا تفهم تقني تجيل الرابع لأنه في الجزئية الأولى في تقني تجيل الخامس إنت فعلياً حاجة تعمل نانستندالون نتورك نانستندالون نتورك نانستندالون نتورك قناته إنه معتمد على أي شيء نانستندالون 5G بس هي معتمد على أي شيء نانستندالون تقني تجيل الرابع فأنا فعلياً إذا ما فهم تقني تجيل الرابع مش حاهم تقني تجيل الخامس وهكذا فأول إشي أول إشي you need to have strong understanding of wireless communication network structure network architecture للـ wireless communication بعدين تدخل في موضوع السابر سيكوريتي لأتاناليسي والسوفتوريات تمام طبعاً لما نيجي نتكلم على الجوبس نحن أريد يحكينا إنه الجوبس أوبن يعني إذا ما نيجي نتكلم على 5G وإذا لم يكن أجهياً الجوبس في السمارت سيتيز فأنا عملت الكمنكتيفتي وعملت الكونيش ما بين السمارت سيتيز والأونر هذا ما نحتاجين مهندسين أتصالات الهوصبيتالز تمام كل التطبيقات اللي حت تستخدم تقني تجيل الخامس ما نحتاجهم هندسين أتصالات أي تقنية أي تقني تستخدم شبك تجيل الخامس ما نحتاجها مهندسا أتصالات عشان يقدر يحلل ويحل المشاكل اللي بتواجه هاي التقنيات انا حدا يكون موجود في المصنع عشان اعمل الاندستريا عملية الماشين مش محتاج مهاز الصلاة لانواصل المصنع مش متصل في الشبكة مش متصل في الابراج في اي اي وفي عملية مسلا لتنسي معين داخلية محتاج واحد مسلا يشتغل عليها بس المستقبل هتفتح لك افاق انه فعليا انا محتاج مهاز الصلاة عشان يفهم ويحلل ويشوف ايفش افضل نقطة ولم يجي يتواصل مع الوبريتور او المشغل اللي قاعد يشغلها كذا قطاع البنوك قطاع البنوك حاليا فيه مهاز الصلاة بس في المستقبل هتكون بشكل جدا كبير تمام قطاع المستشفيات حاليا موجود في المستقبل هتكون فيه شكل جدا كبير اي قطاع باستخدم اي تكنولوجي يعني قطاع السيارات مش محتاج مهاز الصلاة تمام حاليا او في المستقبل على تقنية جيل الخامس ووظائف مهاز الصلاة هتكون فيه بشكل جدا كبير بكرة مهندس الصلاة شغال في بي ام ومرسيديوس مش عارف ايش شغال اتصالات ها ركزو شغال اتصالات مش شغال اشي تاني شغال مهندس الاتصالات فالوظائف في تقنية جيل الخامس هتكون مفتوحة وعلى مصرعيها تمام المهندسين الاتصالات او الاشخاص اللي درسوا مهندس الاتصالات شغل جدا كبير طبعا رول روزبونسابيليتي زي ما حكينا نيتورك ديزاين سايبر سيكوريتي هاي الامور كلها انا بحتاج افهمها عشان اعرف الرول روزبونسابيليتي اللي انا لازم اتحلى فيها عشان اقدر ادخل في تقنية الجيل الخامس طبعا انا كيف ابراهيم اول اشي لازم يكون عندك strong understanding للاتصالات تمام لانه اصلا من غير تقنية الجيل الخامس وفهمها ما حد يقل تشتغل ولا في اي وظيفة تمام لازم يكون في عندي rules education عليها بشكل جدا كبير لازم احصل على certification يعني مش في المجال الاول certification knowledge هي المجال الاول لكن بعد ما احصل على education لازم ااخد certification لانه هيقولك انا شو بدي اعرف ان كنت شغال انت الصالات ولا لا لانه اولها اولها هاي الشركات الجديدة اللي هتفتح و هتطلب منصين اتصالات ما عندهم experience فحيقولك انا اعطيني certification تمام فايدا لازم يكون في عندك certification نازم تحاول تدخل في موضوع practical انك انت تعمل من عندك حتى لو design في البيت تمام تكون عارف تعمل عليه project end to end understanding training اذا انت محتاج training تمام وتدخل في هاي المجال لانه من غير ما تدخل في هذا المجال غير ما تفهم ال standard لالها مستحيل تشتغل في تقنية الجيل الخاص تمام لباك احنا بكون خلصنا فاحنا فعليا حاولنا نقدر ننقلكوا اياها بشكل مبسط جدا وبشكل سهل جدا تمام بتمنى انكم استفدتم منها بتمنى انكم سجلتوها بتمنى انكم تبدأوا تحطوا خطة لدراسة الاتصالات ودراسة الامور هاي لانه فعليا محتاجة محتاجة فترة معينة عشان تقدر توصل لمرحلة انك انت يكون في عندك الفهم الكامل اللي مجالها نصدق الصلاة يعطيكم العافية شوفكم ان شاء الله في الرشاة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة